رجل من دولة خليجية ملتزم ويعرف حقوق الله وكذلك زوجته وأولاده بعدما تقدم العمر بزوجته لم تعد لها القدرة الكافية على القيام بالواجب المنزلي فطلبت منه إحضار خادمة ورغم اعتراضه على ذلك الأمر من داخله إلا أنه وافق نظرا لظروف زوجته الصحية وقام بطلب خادمة عن طريق صديق له وحضرت الخادمة وكانت فلبينية مسيحية كاشفة الرأس فدعاها لتغطية رأسها فاستجابت على مضض وبدأت تعمل وبعد شهرين جاءت رسالة لها في البريد وعلم صاحب البيت منها أن خطيبها مريض ولا بد لها أن تذهب إليه لتطمئن على صحته وتعود بعد أسبوعين وكانت زوجة وأولاد صاحب البيت مسافرين ولم يتبقى سوى يومين لقدومهم فقال الرجل أستطيع أن أدبر أمرها كان الرجل يعمل في شركة من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الخامسة مساء وكان يتعمد التأخير حتى لا يخلو بها وعندما عاد صاحب البيت وبعدما عرفت الخادمة منه موعد قدوم العائلة بدأت حركاتها تختلف وفي ساعة متأخرة من الليل طرقت عليه الباب وأخبرته وهي تبكي أنها لا تستطيع النوم في غرفتها فاقترح عليها النوم في حجرة الضيوف وأغلق الغرفة التي ينام فيها ولجأ إلى الله بالدعاء راجيا منه أن يصرف كيدها عنه وأخذ يصلي حتى مضت تلك الليلة بسلام وفي اليوم التالي وبعد انتهاء صاحب البيت من عمله حضر للبيت متأخرا تجنبا لها وما كد يجلس ويبدل ملابسه في غرفته إلا والخادمة تطرق بابه وتدخل عليه وقد تزيلت وتسأله إن كان يريد خدماتها وتكرر هذا الأمر وكل مرة تغير تسريحة شعرها ورجل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويدعو بإخلاص شديد أن يقيه الله فتنتها ثم نام واستيقظ على أذان الفجر وإذا بها لم تنم وبعد أن صلى ودع الله أن يحميه من هذا الشيطان وجهز نفسه للخروج إلى عمله مبكرا وجد الخادمة تبكي وتندفع إلى الكرسي الذي يجلس عليه وتقول له أنا أريدك وكنت أظن أنك تريدني أيضا وحاولت أن أوقعك ولم أستطع غضب الرجل ووجه لها كلمات قاسية فاعتذرت وقالت له لقد خدمت في كثير من البيوت الخليجية وفعلت ما فعلته معك واستطعت أن أوقع أكثر من 90% من أصحاب هذه البيوت وأمسكه من يده التي تؤلمه وأخذ منه أموالا كثيرة بتهديده بالفضيحة وكنت أنوي أن أوقعك لأبتزك بنفس الطريقة ولكن لم أستطع ثم وعادته أن تعمل على أكمل وجه وبأمان فوافق على ذلك وحضرت العائلة وأخبر الرجل زوجته بالقصة ثم بدأ يدعوها للإسلام وأحضر لها بعض الكتب الإسلامية وفي يوم من الأيام قالت الخادمة لصاحب البيت لقد وجدت فيك الرجل الأمين المسلم القوي الذي لا ينهار للشهوات رغم الإغراءات التي قمت بها لأوقعك في شري بل بالعكس أنت الذي أوقعت لي ولكن ليس في شرك بل في الخير كله هل يوجد مسلمون مثلك بهذه الأمانة؟ فقال لها أنا بالنسبة للآخرين لا شيء فقالت له أريد أن أسلم الآن فذهب معها إلى المحكمة الشرعية وأعلنت إسلامها يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير تعجب الأب التقي من أبنائه الثلاثة الذين في سن الشباب حيث كان يجدهم في هم ومشاكل دائمة وقد علم بخبرته أن معظم مشاكلهم بسبب هجرهم للقرآن الكريم فكل واحد منهم يضع المصحف داخل علبة قطيفة على مكتبه ولكن لا أحد يفتحه ليقرأه وينتفع بما فيه بل يكتفي بتقديسه وتقبيله يوميا فجمعهم في أحد الأيام وقال لهم هذه القصة سافر أب إلى بلد بعيد سعيا وراء الرزق تاركا زوجته وأولاده الثلاثة وكان أبنائه يحبونه حبا جما ويكنون له كل الاحترام أرسل الأب رسالته الأولى إلا أنهم لم يفتحوها ليقرأوا ما بها بل أخذ كل واحد منهم يقبل الرسالة ويقول أنها من عند أغلى الأحباب وتأملوا الظرف من الخارج ثم وضعوا الرسالة في علبة قطيفة وكانوا يخرجونها من حين لآخر لينظفوها من التراب ويعيدونها ثانية وهكذا فعلوا مع كل رسالة أرسلها أبوهم ومضت السنون وعاد الأب ليجد أسرته لم يبق منها إلا ابنا واحدا فقط فسأله الأب أين أمك؟ قال لقد أصابها مرض شديد ولم يكن معنا مال لننفق على علاجها فماتت قال الأب لماذا؟ ألم تفتحوا الرسالة الأولى؟ لقد أرسلت لكم فيها مبلغا كبيرا من المال قال الإبن لا لم نفتحها فسأله أبوه وأين أخوك؟ قال الإبن لقد تعرف على بعض رفاق السوء وبعد موت أمي لم يجد من ينصحه ويقومه فذهب معهم تعجب الأب وقال لماذا؟ ألم يقرأ الرسالة التي طلبت منه فيها أن يبتعد عن رفقاء السوء وأن يأتي إليه؟ رد الإبن قائلا لا لم يفتحها قال الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله وأين أختك؟ قال الإبن لقد تزواجت ذلك الشاب الذي أرسلت تستشيرك في زواجها منه وهي تعيسة معه أشد التعاسى فقال الأب ثائرا ألم تقرأ هي الأخرى الرسالة التي أخبرها فيها بسوء سمعة وسلوك هذا الشاب ورفضي لهذا الزواج؟ قال الإبن لا لم تفتحها لقد احتفظنا بتلك الرسائل في هذه العلبة الجميلة دائما نعظمها ونقبلها ولكن لم نقرأها ثم قال الأب لأبنائه الثلاثة لقد تفكرت في شأن تلك الأسرة وكيف تشتت شملها وتعست حياتها لأنها لم تقرأ رسائل الأب إليها ولم تنتفع بها بل واكتفت بتقديسها والمحافظة عليها دون العمل بما فيها وأنتم يا أبنائي تفعلون مثلهم الآن تضعون مصاحفكم داخل علب فاخرة وتقبلونها يوميا دون أن تفتحوها وتنتفع بما في هذا القرآن وقد أنزله الله كمنهاج كامل لتستقيم حياة الناس إذا ساروا على نهجه كما قال ربنا عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ولأنكم لم تتبعوه غلبكم الهم وانتصرت عليكم المشاكل واستسلمتم لها فاستغفروا ربكم وأخرجوا القرآن وقرأوا ما فيه واعملوا به ولا تهجروه أبدا والجأوا إلى منزل القرآن في السراء والضراء إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه القرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر